حكاية الليلة كارثة بما تحمله الكلمة من معنى كي يخصي يستفد منها كل زوج وزوجة وأيضا كل مراهقة حكاية والله العظيم محتواها كنت كنت نشوفه خير في الأفلام ولكن غادي نستضف به حقيقة من عند متتبعة متتبعة لغادي تتعرض للتحرش من قريب لرجلة ولكن ما غاديش تقدر أنها تبوح ليه لأنه حتى حد ما غادي تيقى وأحداث أخرى اللي غادي نكتشفوها جميعا فات القصة ضروري تسمو حكاية الليلة حيتاش صاحبتها محتاج الرأي ديالكم بحرقة وعجالة سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلام إليك أتمنى أنكم تكونوا بخيروا إلى خير أموركم هانيا كيف العادة واحد شي شوي عندي الدجيج لحقيتاش كيني شي أشغال ضيرين بيحدى الدار دونك عذروني مرة أخرى بغيت نزيد نشكر المتتبعين اللي كيتابعوني من تونس الشقيقة والإمارات وليبيا وفرنسا وإيطاليا وحتى من المغرب أزروا صويرة جديدة بركان الصحراء المغربية بما فيها الناس ديال الدخلة وحتى الكويرة سعيدة جدا متابعتكم لها وللتذكير برنامج هذه حكايتي كنشارك فيه معكم حكايات من واقع مشمعنا المغربي ولي الهدف منه أننا نستفدوا من العبر من تعال غير لا أكثر ولا أقل فإذا كنت جديد على القناة سنقول لكم مرحبا بك وإذا كنت من أهل الدار كيف العادة الدار دارك وخلوني نقول لكم لنبدأ كتقول إنصاف اللي اخترت هذا الاسم المستعار حنا ثلاثة ديالخوتات وأنا هي الكبيرة من ونصغرة كان عقل عيشة وسط والدية عيشة عادية كأيها الناس عائلة مستقرة ما فيهاش المشاكل وليلا الحمد ومتوسطة الحال الأب ديالي كان قايم على التربية ديالنا إذا بغينا نخرجوه أو لنمشوش بلاسة كان نخرجوه معاه أو لهو اللي كي يدينا عقلنا على رأسنا ما كان نخرجوش ببعدنا وما عندناش صحابات وبابا من ديما كيوصنا باش أننا ما نديروه مش حيتاش غير تيئذيونا غادي نقرأ حتى الثانوية وخرش من ندرسة حيتاش ما بقاتش كتدخل لي القراية فرصي نهائيا ما تليتش بغيتها ناشي ناس من الحومة ديالنا اللي أصلا ما عمرني شفتهم ولا عرفتهم حيتاش ما كان خرج ولكن ما ما قات عرفهم وهي اللي قاتل يا بلي أنه راه تدري زوين ونقي ومربي وولد الناس وما غاديش للوقا ما حسن منه بابا غادي جي تشاور معايا قال يا شوفي انتي شنو بغيتي حيت انتي اللي غادي تعيشي معاه كانت أنا ذك في عمري 17 سنة غادي نتخطب بي عنده 30 سنة ارتاحينا لبعضنا وتفاهمنا أنا أصلا عمرني ما عقلت على أنني دويت معاشي ذكر أو لا تعرفت عليه أو لا بغيته هادي السيد اللي خطبني كان أول رجل من بعد بابا أو بمعنى آخر أول حب في حياتي كان غادي شرط عليها شرط واحد هو أنه غادي نسكنوا معظرهم قلت ليه آه واخ ماذا محلم فاهمين ما فيها بس المهم من بعد عام غادي نتوش به النهار تتوش به وبالضبط كان كل شي عادي كل شي فرحان وهو كذلك اليوم التالي كل شي مشا في حاله غادي نبقى أنا وياه وباباهم ومو واخوه غادي يقول لي أنا عندي شرط واحد كيف كنت قلت لك في الأول وشوفي أرى ابا ما تعيش معنا في الدار كيمشي يخدم في مدينة بعيدة وما كيجي علاش حال غادي نبقى غير أنا وياك واخويا اللي عنده 24 سنة وانا ديك الساعة كنت يلاتر 18 سنة قلت لي صافي واخمتافقة قال لي يا أنا را عمرني ما نقدر نتفرق عليهم حيث ابا وخا خدام مميسراش لي الخدمة بزيان وكيخلصوه مره مره وبحكم انه ابا عنده بزاف ديال كريديات ديال ابا هو او اللاجد راجلي قال لي يا وضروري انه يخلصوهم وهذا يعني بللي انه ما تيبقى ليهوالو وانا اللي تنصرف على دارنا وكان خلص المدرسة متاع خويا قال لي باش يكون في علمك را ما يمكنش دقول لي ليش نهار نخرج من هاد الدار حيثاش مستحيل انا اللي قيم بها وما يمكنش نخرج ونخليهم بزوج فانتي امي غادي تبقوا في الدار وخويا را وقت القرية ما تيكونش من غير وقت العطلة ولا الامتحانة حيثاش خويا فاشتي يسافر انا ما يمكنش لي نخلي ممي بوحدة خصوصا انها مريضة باش نقرب موحد شوية من الصورة انت عخوه هاد الاخ ديال الرجلي هو انسان داخل سقرصو كل شي تيوصفوتي يقول عليه بلي انه من قطيع بخلق الله من الدار القرية من القرية الجامع وما كيفوت حتى شي صالات وما كيفخرج مع الداري باش يصهر ولي قلت لي فلانتي يقول ليك احسن واحد او عمرنا ما شفنا بحاله وكانت منوه لكل بنت المهم راجل قال لي دوي الشرط الوحيد اللي عودتو تحتويلك باش نكونوا مفاهمين فيه يعني ما تقوليش ليش نهار بختيتخرجي من الدار اغير باش ما يكونوش المشاكل من بعد واخارة ضروري منهم قلت لي انا ما عنديش لمشكل المهم وكتفهمني وانا نفهمها اما اخوك ما عندي بخارات غادي تدوز مدن تاعة ثمانة شهور كل شي كان مزيان وكنا نفاهمين هادك اخو غير السلام السلام لا بس وصف ما عمرنا جمعنا ولا زفية حتى العين مو محترماني وانا كذلك ولكن واحد النهار راجلي كان خدام لمدة يومين ما غاديش يجي للدار ومحتهية كانت مسافرة لعند العائلة وهنا فين غادي تبدأ ماشي ساعة في الجحيم ولكن انطلاقه انتع ساعات وايام وزيد وزيد من الجحيم واحد صباح فقط وشت الفطور وغادي نعيض على خوراج لي اجي فلون تفطر بقينة انك لو كانت سكات شوي غادي انتقوا يقول لي عارسي حنا دازع لنا العذاب حنا بالضبط دازع لنا واحد العذاب بزاف وشكو لقينا جمنا لقينا خويا مكان لبا والعائلة خويا هز بزاف لو كان مكانش تهز من المصارف يتصرف علينا بهم كون وهلي شنو حقق دابا بزاف جيل احلم ديالو تعدين عليه مسكين وتعدى عليه بابا وتخلص بزاف جيل الديون كانوا علينا شويا بدوتها بطولي الدموع قلت لي وصفي ما تبكيش انا دشرة عارفة وفاهمه من بعد سكت ازيت المعن خرجت مشيت للكوزينة هو ما كانت شي علاقة ربطاني به ولكن بعد ما جمع معايا بحيلة فتحنا واحد الباب نتاع واحد النوع من الصداقة بينو بينو ولكن احترام وصلت العشية مشيت عنده قلت لي شنو بغيتي ندير لك فلان قلت لي شنو بغيتي ومشيت للكوزينة كان نوجد شويا غادي نحس بشي حد كان في الخلف ديالي وبدأ كيد تشرق عليها في ديك اللحظة تخلعت وتحب لي بلي ره راجلي جا وفاجأني غير انا درت غادي بلي خورج لي بغيت نحمق وتصدمت صدمات العمر بدون شعور غادي القوة علي وغادي نقول لي اولي اش هاد الشي اش درتي واش منيتك قلت لي ما ضنيتش فيك هاد الشي بدأت يقول لي سمحي لي يا سمحي لي ومشا وخلاني تصدمت ودخلت لبيتي وسديت عليها وما قدرتش ندير حتى حاجة لي كله وانا كان بكي وكان فكر علاش دار هادك التصرف صباح فقط بديت كان وجهة الفطور وهو يبليه وانا ندور عنده غوت عليه وقلت ليه اخر مرة دار لي بحث التصرف ديال بارح والله حتنسوني دابة الخوك ونقول عليه بدك يطلبني عفاك ما تقولي والوصافي اخر مرة ما بقيتش غادي نحاود قلت لي علاش درتي بحلاكك واش بغيتيني خرج من الدار قل لي والله مقصد وما عرفت شو جاني قلت لي دابة تخرج عليا من الدار ما بقيتش بغا نشوفك ما غديش يخرج ولكن غديمشي لبيته ويسدي عليه في ديك اللحظة انا صونيت الراجلي سولته فوقاش جاي قل لي را خرجت لي واحد الخدمة وحتى اليوم ما نقدرش نجي غوتت عليه بدون شعور وقلت لي لا مايمكنش خاصتك تجي تقول يلا را خرجت لي واحد الخدمة كيف غدي نديه كذلك احماتي سولت فيها القتاب اللي انا وباقى مطورة في الصفار وصدية اللي اوص الليل بل يا ماك اللوه والو غدي نود ندير الليل عشا وغدي نحطو لي ونعيط عليه وقلت لي بغيت نسولك واحد السؤال علش تصرفتي بحال هكك ما زال ما جاوبتينيش انا ما عارش حتى كيفاش نتصرف معاك ديك اللحظة تخيلوش غدي دير غايش يدني بالزز مني ونزيرني ويتعدى عليها كنغوت كنضرب مخل ليتمادرت عروقي نشوفه تنبكي وتنقول ليه علش كدير هذه الحالة رك غضي علي حياتي فاشتعد دالية دفعني ومشى لبيته ديك الليلة تخنقت مرضت بكيت ما عارش شنو ندير واش نمشي عند ماما نقولها لها نقولها لراجي لحماتي ولكن واش عندي داليل الله ياربي شنو ندير فات المصيبة واش الداني وحتي دا قلتها ليهو ما غديش يتيقوني حيتاش بانينا علي واحد السورة اللي حتى أنا كنت بانيهاها ليه راجلي لا قلتها لي غدي تصطى ما عارش كيفاش نتصرف غدي الدوز مدة والطم الكبرى انه ما غديش يتحبس هذا الشي هنا غدي يولي كي الدولة لي ما مره ما دوج ما ثلاثة معشرة ايه في المكان راجلي مسافر وعقوزتي خارجة كانت يعاولي نفس الحاجة ولا تغير الدركة اخوة كتشدني الخلعة وكنشد علي الباب هو كانت يخضرني كنت كنكون ملهية من دير الشقة قبل ما يجي راجلي وليحماتي حتى كلقاه واقف علي وكيشدني وكيبزز مني كان اخوة كان ضرب كنتف والو وهو مجهد علي وكيحكمني والمصيبة يا سادة يا كرام هادشي السمر مع انصاف المدة السنة لمرات عديدة كتقول لي لمدة السنة ما قدرش نبوحيتاش فكرة واحدة كانت مسيطرة على راسي هي حتى حد ما غدي يتيقني كنت فينا ما فكرت نوجد نخبي التليفون باش نصوره ولا نسجله كان هو اللي ولي تيزيرني حتى كيخنقني ويشد لي التليفون ويحيدو لي ويطفه يعني الدليل ما كانش ما قدرش نقول للماما حيتاش غدي نوض الصداع وما غديش يتيقوني وفي نفس الوقت ما بغيش نخسر راجلي حيتاش ما مخصصني من حتى حاجة والليح اللي تعليها في أمي كاللقاها قدامي لا أنا لأمه ولا حتى أخوه الحاجة اللي بغيتها تلبيها لي وفي البلاسة من بعد سنة من نفس المعاناة انت على الاعتداءات خدي نحمل فاشتاق الخبار بالحمل ديالي هاد خور راجلي قال لي يا شوفي سمحي لي على هاد الشي كامل اللي درتلك راني ما قصدش ورا كنت كدين واحد الحالة فوق من الإرادة ديالي ذلك شي باش كنت كنت نديرليك بحلاكك قال لي يا انسعي ذلك الشي اللي وقع وعيشي حياتك وحتى أنا غدي نعيش حياتي وراني نسيت وانا حاملة كانت دلزت واحد المدة مش طويلة وغدي نعيط عليه وغدي نقول لي أنا را غدي نعود لهم كل شي وما قدراش نصبر ونبقى ساكت على هاد الشي وبدأتي طلب وتي يزاوغ شوية ويقول لي يا شفتي إذا بغيت تعاودي ليهم أغسر يعاودي ليهم أنا ما عنديش مشكيل وغدي نعيش حياتي ونسيت كل شي يوا سيري بعدي مني ما تبقيش تجبدي معي هذا الموضوع وشفتي نقول ليك النهار توقع شي حاجة غدي نهد صاكي فوقك سافي وغدي نزيد وانتي اللي غدي توحلي انتي هي الضحية مش وخلاني من هذا كالنهار وآنا تنفكر غير في الانتحار على من غدي نعيش خرب حياتي ودمرني وخلاني حايرة وما قدراش نبوح اش من وجه نقول لراجلي راه خوك تعدع لي ما مرة ما زوج وهو مقري في أحس المدارس وانا مش ببعني خير راجلي دير فيه واحد الثقة دي اللي عمى في طلمة دي ما تيقول ليه يديني عند ماما نقضي الشغارات دير فيه خوه الثقة العمية وما كيبغنيش نقول عليهش حاجة خيبة ده بدأ ستعامين على هاد الشي والمشكلة انه ما بغاش يتنسى لي ظاهريا وقدام الناس كي يحتارمني وما تيهش فيه العين وهاتش اللي يقتلني اذا كيفاش غادي يتيقوني باللي انه اذاني كيفاش غادي نشرح ليهم باللي هاد والدكم دار فيه هاد الشي كله من غادي نبداليهم والله ما يتيقوني حياتي ضاعت كل نهار تنشوفه كانت تعذب من هاد السر اللي خاصني بقى كاتماه وما كيهنش هنا ضاحك ناشت خارج كيشوف فيه نظرات احتقار والليز ما مرتحهاش نفسيا انا دابا ولتولدي وهو الامل الوحيد اللي مخليني يعيش ما نقدرش نعود هاد الشي لشي حدوم عندي حتى شي دليل حتى الموضوع اني نجبدو معاه من جديد ما نقدرش حياتش لا نفسيتي ولا لساني قادر يتكلم فيه مستحيل والف مستحيل انني نعزل ولا نمشي انا وراجلي شي بلاصة حياتش هذا هو كان شرطه الاول ما بقيتش ناشطة تطفيت كنت طوير جوقت علي جناحي ما بقوش عندي لا احلام ولا امل ولا حتى حاجة انا قلسة على ولدي وهذه هي قصتي ما كرهتكمش انكم تعاونوني ما تلمونيش وقولولي يا شنون دير حيات ما بقيتش عارفة شنون دير اعطوني شي حل ركنتو ماما الامل الوحيد اللي بقي ليا واش دنبت واش غلط اشنون دير ما نقدرش نبوح بهذا الشي للوليدية خصوصا ماما تقدر تستاه ما غا تصبرش بحالي ولا حتى الراجلي وهذه هي حكاية انصاف اللي عودتها بحرقة وبالدموع طم الكبرى فاش سولتها هاد الولد واش امتقنا من راجلك قلت لي هلا ما امتقناش وخالد الاحداث كلها كان عندي امل انها تقولي يا اه ولد راجلي بيقين ولكن للأسف لا انصاف ماشي من حقي انني نلومك وماشي من حقي نهائيا اذيك بكلامي ولكن رك عندك حق كبير فاذي تنب كلمة ما غادي تيقونيش سيطرات على دماغك ولو ما غاديش يتيقوك المهم غادي تبر اذمتك وبي غادي نصرك مهما كان تردت فعلهم تخيلي معايا النهار الول كنهزتي حويجك وخرجتي حتي يجي راجلك ما كانش غادي يتعودادش وما كانش يوصل لادش واخ بعيدا على رأي الباليد شرعا في الدل الاسلامي ديالنا الخلوة ما بين الرجل ومرأة بدون ما يكون محرم معها حرام ماشي لا يجوز ولكن حرام لقول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لا يخلون رجل بمرأة الا ومع هذا المحرم وقوله ايضا صلى الله عليه وسلم لا تسافر مرأة الا معاذي محرم وقوله صلى الله عليه وسلم ايضا لا يخلون رجل بمرأة علاش فان الشيطان ثالثهما في نظرك علاش هاد الخلوة حرمها الله باش ما يوقعش هادشي اللي تحت فيه انتدابة ونزيدك في رأيي انه حتى رجلك عنده دور في هادا الطامة لانه فاش كان يعرف بلي انه ممكناش ما خاصش يخليك مع اخوه هذا واجب عليه باش انه يحميك علاش ما وقفتيش هادشي النهار الاول ولو كان قاع غديسة لي بتطلق احسن من هادشي انا لا الومك ابدا وماشي من حقي ولكن يا انصاف ركي اخطأتي ثم اخطأتي ودابة ضروري خسكي تقلبي على حل في رأيي والله اعلم انك تصرحيه انا عارفة بلي انه ماشي سهل ودنيه يكدر في راسك ويمكن تنض مشكلك كبيرة ولكن باش ما تبقيش عايشة في هاد العذاب وباش تضحيخوه اللي غضره في شرفه خسكي تبوحي بهادشي تخيلي معايا اذا جاب الله عارف هادشي مبله صوحة اخرى غدي تنوض الحرب وغدي تسمي فعلا بلي انك يرضيتي على هادشي وبلي انه هادشي كله قاع بريضك انتي انا عارفك بلي كنت ضحية في هاد القصة ولكن تماديتي باش انك يتبوحي واليوم واللي المشكلة اكبر من انه فقط اختصاب او طعن في الشرف انتي اليوم عندك طفل اللي ممتقناش واش من الزوج ديالك ولا لا يا سادة يا كرام بيني وبينها قطرحت عليها باش انها تدير لادين باش تعرفها الطفل ديالا واش من رجلها ولا لا قلت لي بلي انا وصولاته القاتب بلي ضروري خاص الموافقة ديالا رجلها وفي الاخير صراحة انا حرت اذا نخلي قصراحات ديالكم يا متابعين يا كرام انهم يتكلموا معا ما تبخلوش عليها وحاولوا انكم ما تأذيوهاش بشي كلام جارح حيثش هي اصلا ضمرة فاش كانت كانت تتكلم معايا دموحا مخطوهاش خاص ضروري انصف تلقي حل هي الان في انتظار انها تقرأ الاجوبة ديالكم والاقتراحات ديالكم ويدير الله خير وهذه هي كانت حلقتنا اليوم دمتم في رعاية الله وحفظه سلام سلام